شنو يعني محرك تنفس طبيعي او شاحن طبعا المحرك رجال تنفس حال حالكم حتى يدخل هوا للسلندر واتتم عملية الاحتراق هذا الهواء اذا دخل من الفلتر للمحرك مباشرة يسمونه تنفس طبيعي naturally aspirated اما اذا دخل من الفلتر ودخل على شاحن وبعدين دخل للمحرك يسمونه تنفس اصطناعي طبعا هذا الاسم من اني والشواحن اللي ذكرتهم ان التوربو شارجر والسوبر شارجر وسبق واش راحت ايش لون يشتغلن طبعا هناك شواحن يشدونه للبشر هذا النواحد هسه نجي للمقارنة طبعا من ناحية القوة اكيد راحت تكون محركات الشواحن اقوى من التنفس الطبيعي مثلا عندك محرك 6 سلندر 3000 سي سي تنفس طبيعي يطلع 200 احصان وبنفس الوقت تقدر يطلع 200 احصان من محرك 4 سلندر 1600 سي سي تيربو يعني شفت الفرق وكيد راحت تكون صرفية البانزين للتنفس الطبيعي اكثر لكن تنفس الطبيعي يكون اعتماد شوي اكثر من الشواحن وصيانته اسهل وبالتالي ارخص ويستقبل اي نوع من البانزين اما التيربو يطلع قوة اكبر مع محرك اصغر وصرفيته البانزين قليلة لكن يحتاج الى بنزين نظيف لكن القطع اللي بيه اكثر وصيانته اصعب وبالتالي اغلى وايضا بيه شوي علاق اما السوبر شي بسيط وعطاله نسبيا اقل من التيربو وقطعه اقل وصيانته اسهل وبالتالي ارخص لكن صرفيته اكثر ويحتاج بنزين محسن ومشكلة الحرارة شوي الضوج شنو افضل سيارة جي دي ام تيربو او محرك امرأيكي V8 سوبر تشارج شي خلافة بصراحة لكن صوت الفي تولف او الفي تين تنفس طبيعي يسكت ام صوت التيربو والسوبر